مرة تانية برحب حضرتكم ولسه مستمرين بالكلام عن كاس العالم واللي بيحصل فيه وخلاص اتحدد بقى الطرفين للمباراة نهائية ما بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الارجنطيني واللي هتقام يوم الحد الجاي ومباراة في الحقيقة شفنا منتخب المغرب اللي شرفنا وشرف كل عربي وكل أفريقي في مباراة قوية جدا قد مباراة حقيقي نفتخر بيها لكن فعلا مباراة كان المعنى الحقيقي ليه ما فيش حظ رجالة وبيلعبوا وحاولوا وخلوا الفريق الفرنسي والمنتخب الفرنسي كله يلعب دفاع في بعض الأحيان في المباراة لكن هما للأسف لم يحالفهم الحظ المنتخب المغربي هيلعب على المركز الثالث والرابع ضد كرواتسيا وده سيكون يوم السبت الجاي حابين نعرف تفاصيل أكتر ونتكلم عن هذه المباريات أكتر معنا في الستوديو النهاردة النقد الرياضي لمنوارنا محمد جمال أهلا بيك يا محمد أهلا بيكم سبحانه خير أهلا بيك خلينا نبتدي الأول ما نقدرش كده نعدي أداء المنتخب المغربي مباراة مرور الكرام من غير ما نتكلم عنه بالتفصيل كانوا قريبين وحسينا أنهم كان ممكن يفوزوا كان من حقهم في الحقيقة يفوزوا منتخب فرنسي آه كان قوي جدا مش هنقدر نقول حاجة لكن كمان هم أقدموا مباراة الوقاوي إيه اللي حصلت؟ بص يا أكيد ده هي بطولة تاريخية منتخب المغرب بطولة يمكن مش هتتكرر تاني إلا بعد سنوات كتير أقول العرب وأفريقيا كمان أنك توصل مباراة تسفنية كاس العلم فهو خلاص يعني هو بالفعل شرفونه وحققه اللي يعني أقول إيه اللي كان مفروض العرب وأفريقيا تعمله بقالها سنين طويلة جدا جدا أن يكون عندنا منتخب ينافس على لقب كاس العلم كمان حصدوه من أمواجهه منتخب فرنسا باطل العالم فمنتخب عنده فريقين يمكن منتخب المغرب على مدار البطولة كلها ما تأثرش تماما بأي يعني نشوة فوص زي ما بنقول ولكن فدر مستمر في تحقيق الإنجازات مدرب وطني والدرك راكي يمكن الموضوع من بداية أن منتخب المغرب كان محضر جدا لكاس العلم يمكن تغييرت وحيد خلالو زيتش المدير الفني السابق لمنتخب المغرب قبل كاس العلم بشهور بسيطة جدا تعيين والدرك راكي المدير الفني للوداد المغرب السابق راجل لسه شاب صغير بالنسبة لنا طبعا إحنا هنا في مصر المدارب عنده 45 سنة لسه ندينه فرصة ده مدارب شاب صغير عنده رغبة كبيرة جدا في التطور راجل واخد دورة الكاف برو من الاتحاد الأفريكي بعد ما توج بلقب دورة أبطال أفريكي على حساب الأهلي بأيام بسيطة جدا أعلى 13 يوم أقول لك مدى التطور أن يكلل الاتحاد المغربي فوزه لقشا رئيس الاتحاد ياخد القرار المباشر بإقالة وحيد خلالوزيتش اللي كان دخل في المشاكل مع بعض اللاعبين الموجودين ويتعين وليد دورة الكراكي أنا في الحتة دي بس عايزي أقول معلومة بسيطة جدا لشانا أوريك الفرق من المغرب وأي حد تاني بيخطط لي الكرة بيتسو مسمعيني المدير الفني السابق اللي النادي الأهلي كان موجود في الكاف برو دي بعد خسارة أفريقيا لقينا هجوم كبير جدا وأن أنت سايب النادي الأهلي بعد ما خسارت بتول الدولة الأبطال وموجود في دورة في المغرب ودورة بالاتحاد الأفريقي يا عم تعالى عقود هنا في بعض النادي الأهلي طيب ها لازم يتطور لازم ياخد رخص تدريبية لازم ياخد حاجات كتير ودي أبرس حاجة دلوقتي بتوعيك اتحاد الكرة المصري أنه المداربين بتوعهم معهمش رخص تدريبية مدربين بتوعه في المتشاط الأفريقية بيعودوا فيه في المدرجات فأعتقد ويعني كانت كابتن علي مارو كانت شكله وحش جدا بالنسبة له أنه في مورات فيوتشر في كونفيدرالية الرجل مززنبه لأنه الاتحاد المصري ما عملش الرخص فموجود في المدرج ما يقدرش أنه ينزل أو ياخد الـ ID الخاص أنه هو مدير فني فوريك مدد تخطيط المتخب المغرب قرار كان قوي جدا من رئيس الاتحاد المغربي بتاعين وليد الكراكي الرجل كان قد المسؤولية لقب مطشاط ودية جمع تاني الفريق جمع تاني الناس اللي كانت عندها مشاكل ما واحد خلاله زيتش لما يجيب حكيم زهاج تاني لعب تشيلسي حكيم مش من اللعابة اللي بتلعب أساسية مع تشيلسي ولكن جابه تاني ويعني عرفهم قد دي بقى من تاخد مغرب محتاج أن الجمهور ده يفرح محتاج أن نحنا كلنا نبقى موجودين معاه شوف لما تبص على لعيب زي أناحي لعيب وسط الملعب لعيب لسه يعني عنده إمكانيات قوية جدا لكن لعيب لسه صغير أنه يبالوره بالشكل ده المرابط لعب وسط الملعب أنه بيدي الحرية بشكل كبير جدا للعيب زي يسوفيان بوفال أو يوسف النصيري لما تبص على قائد زي رومان سايس أو حتى حارس مارما زي ياسين بورو لا أعتقد أنه وليد الكراكي نجح بشكل كبير جدا بالنسبة لي لو بختار مدرب هو الأفضل في كاس العرب أنا أختاره ليدر الكراكي لأنه هو مدرب معه عناصر مزي منتخب فرنسا دي دي شامب معاك الياني بابي والنجوم دي كلها تبص على حتى منتخب الأرجنتيني معاك اليون الميسيس كالوني هتبص حتى على منتخب الكرواتي معاك كمودريتش ومعادة كبير جدا من العيب ومتعودين على الوجود في المرابع زي متعودين على المباراة المغرب لسه برضو جديدة في المدار بص عايز أولك على حاجة محمد أنا زعلت جدا بصراحة لخسارة المغرب بارح أنهما كانوا قريبين تعرف لو كان المباراة من بدايتها فرنسا ضغطت فالجون الأول في الثاني في الثالث كنت قلت خلاص يعني ما لهمش نصيب أنهما يفوزوا خلاص يعني المستوىهم مش أحسن حاجة مش في كامل تركيزهم مش في كامل يقتهم البدنية خلاص تعبوا من المباراة اللي فاتت لكن إحنا كنا قريبين كمغرب المغرب كانت قريبة جدا من أن هي تتعادل أو أن هي حتى توصل لضربات الجزاء وأعتقد أن فرصها كانت تكون أكبر لو وصلنا لضربات الجزاء شكل كبير جدا يمكن أنا بشوف الخلال الموضوع ده قال الوريد الركريكي عمل بطلق جدا لكن كان عنده مشكلة مبارح بشوفها في التشكيد يمكن غير طريقة الله وده بقدر سارة واضحة للعيبة والمنطقة فرنسا أنه نازل يدفع أكتر خايف هو نازل خايف هو نزل الآن شوية أكيد وده طبيعي أنت بتعامل منطقة فرنسا خلي بالك نص نايا كاسعة منطقة فرنسا بلعب كل قوة بلعب كل حباس هو طبيعي كمدير فني يفكر أننا لو الموتش فتح مع منطقة فرنسا يبقى الموضوع قتير جدا معايا وممكن أخد إجوال كتير ويبقى الموضوع صعب والناس هتنسى خلي بالك الإنجاز ده كله في حالة خصارة كبيرة نتكلم بصراحة الناس هتتكلم فتح على خصارة كبيرة جدا فده اللي خلى وليد الكراك يمبرح أنه هو يدفع بيعني خمس بخط الظهر وأنه يحط رومانسا رغم إصابته ونصير مصر هو يرجع تاني في الباكليفت وجباد اليومك موجود وعادة كبير جدا من العبل موجودة وأنه هو يقلل شوية من حتة وسط الملعب وقعد أملاح على ديكة البدلاء يمكن كان حظه حلو عشان المغرب تعمل مواطش كبير أن يحصل إصابة لرومانسايس أو غانم سايس في دي واحد وعشرين فيرجع تاني ينزل أملاح ويرجع تاني يبقى بتلاتة في وسط الملعب مرابطه ونحي أملاح ويلعب أربعة عادي جدا في قط الدار وتلاتة قدام من الصيري وزي ياشوي طبعا يوسف يانبو في الفاء يمكن يشوف أنها رب درعت أنها فيها شعر المنتخب المغرب يلعب مباراك بنا جدا يشوف كمال أن توقيت الجول التاني بتاع فرنسا قتل المباراة لأنه كان يقدر منتخب المغرب يتعادل في الفترة اللي هو في آخر شوت التاني لا ما بين ده لعيبة المنتخب الفرنسي ضايعه وقت كتير قوي يعني إحنا شوفنا البعض بيتمارض يعني واللي وقع على الأرض وحدش لمسه برضو يعني شوفنا أنا أنا شخصين كلنا وإحنا بنتفرج شوفنا المنظر ده ما ستدعناش نفسنا يعني لعيبة المنتخب فرنسي كانو بيضيعه وشوفت الصرحات حتى بعض المباراة قد يتكلموا أن المنتخب المغرب صرع إنجاز وده اللي بقوله دايما أن أنت إنجازك بيتأس في كاس العالم إنجازك بيتأس مش خلوج مشارف وده التمثيل مشارف بص على قيمة منتخب المغرب بص كام لعيب محترف بص كلهم عاملين إزاي زياشة شيلسي تلاقي يوسف يان بوفال إنجاز وناحي إنجيل فرنسي تبص على يوسف نسيري إشبيلية ياسين بونو بلعب في إشبيلية والراجل بالنسبة كبير جدا ممكن يروح ريال مدريد أو باير ميونيك بص على الفترة الجاية وفترة الانتقالات الشتوية لعبت المغرب الموجودة دلوقتي راحة فين مرابت عنده عرض من ليفر بول وعنده عرض من توتراب هتبص حتى على قسيم بول وعنده عرض من ريال مدريد وباير ميونيك لأن باير ميونيك عايز عاوض غياب عايز عاوض غياب منويل ناير الإصابة بالرباط الصاليبي وعايز كمان يتعاقد محارس مارمو بص على حتى أملاح اللي يجي لعروض من ستاندر ليجي البلجيك بص على عدد كبير جدا من لعبة المغرب اللي هتدخل في عروض قوية جدا في عروض كبيرة جدا أنها هتوصل لأكبر ريالي بص على مدخبات زي أسفانيا والبرتغال ومشور صعب وبلجيكا وتعادل قدام كرواتيا فصدقيني المشور كان صعب جدا الموضوع ده مش صدفة بالعكس حالة لعبين مع الجمهور حنا شوفنا برحل قطة جميلة جدا بالنسبة لي عند لعبة الفرنسا كان فيه صفيرات لعبة المغرب ونزلت كان فيها تسجيع خرافي ومبرام بريح كان فيها 68 ألف متفارج أنا أقول لك أكتر من 60 ألف متفارج في المبارا بيشجع المغرب سواء عربي بقى أو حتى أنه متعاطف على متأخذ المغرب فهي كانت قدامنا فرصة جميلة جدا في قطر لتنظيم بطولها في بلد عربية كان فيه فرصة حلوة بصراحة أنا بشوف المغرب استغلتها أفضل استغلال غير بقى العائد المادية لتتخطى الـ 40 والـ 50 مليون دولار لتدخل الاتحاد المغربي نجاح باهر يعني ده عظيم جدا عايزين نروح سريعا لمباراة النهائي هل كنت متوقع أن فرنسا أو أحد طرفي اللقاء يصلوا في النهاية يعني إحنا كان عندنا طبعا فرق كتيرة كنا متوقعين فرق كتيرة الأرجنتين فرنسا توقعنا أسبانيا البرازيل طبعا فيه فرق متوقع أن يتصل لكن كنت تتوقع في النهاية يكون نهائي ما بين فرنسا والأرجنتين كنت معك فأقول كاس العالم وقلت لك أن المتاخب فرنسا هيبقى منافس مباشرة على كاس العالم والطرف التاني أرجنتين أو برازيل يمكن خلاص الموضوع اتحسم خلاص أرجنتين وفرنسا هي مباراة ميسي من الآخر وأنا بقول لك ميسي اللي هيتحكم في المباراة ميسي كويس ده وفعه أكتر من كليا كتير كتير ميسي أكتر لعيب دلوقتي في العالم عنده دوافع في تاريخ كورت القدم راجل خلاص 35 سنة بيفنش كورت القدم راجل هو حلم حياته كله تحقيق لك بكاس العالم زي ما رادونا 86 نهو يحقق كاس العالم 2022 18-14 حاول في 2014 أنه وصل فينال وخسر قداب ألمانيا هو مش عاوز يكرر نفس اللي حصل معاه ويفوز بكاس العالم بص على لير الميسي السنة دي تكاس العالم مختلف لير الميسي يلعب بخبرات السنين زي ما بنقول يعني راجل بيقدر يوصل على الجلب أسرع وقته وبأسهل طريقة ممكنة يمكن مباراة فرنسا صعبة شوية على الأرجنتين ولكن أنا بشوف أن ادفاع الأرجنتين مش دفاع اللي هو الخط الضهر لا الدفاع اللي هو وسط الملعب بالهجوم بأنهما زي بيوقفوا في الملعب بكل الطريقة دي هتتعف فرنسا شوية ولكن منتخب فرنسا أنا بشوف أنه هو لو هنرشح حد بالكورة أو بالفنيات أو بالتاكتكس منتخب فرنسا أقوى منتخب يوجود في العالم بلوقتي بص على العناصر بتاعته بص على كاليا نبابي جيرو وواحد لازم نتكلم عليه بشكل كويس هو أنتوان جيريزمان جيريزمان اللعيب المهاجم اللي دايماً لطيف اللي دايماً على طول موجود في منتخب الجزائي بص مبارح كان موجود فين دايماً عطول مباراة ومش بس مباراة المباراة بباراة إنجلترا كان نفس الموضوع مباراة بولندا كان نفس الموضوع فدري المجموعات كان نفس الموضوع ضعيب هادي جداً بيلعب بكل قوة منتخب فرنسا يمكن الناس بتكلم عليه مباراة إذا أنت ضعيف في النادي مش قوي كده في الأندية مفيش مشكلة بس منتخب بلد وبص هو عمل في منتخب بلد فرنسا دخل الكاس العالم ده وعندها إصابتين مهمين جداً كانت يوبوك بفوست الملعب ولكن بص التعويض بتشاوميني عمل إزاي لو طبعاً إبريال مدريد وأنا عرفت إبريال مدريد تدفع أكتر من 80 مليون يورو في لعيب عند 21 سنة بص تشاوميني عمل إزاي بص حتى اللعيبة بتاعت خاطة اللي جو بشوف أولوفيجرو وتعويض مش من الحراس اللي هو ياسين بونو أو لفاكوفيتش حرس كرواتيا مش الحرس الكبير يعني برضو لوريس من الحراس يدخل فيها هداف بشكل كبير يعني بص برضو على سيوهرندس ممكن برضو ميس يلعب شايد طيب إحنا عرينا في بعض الأخبار إنه كريم بانديما بقى حالته الصحية أحسن دلوقتي ممكن المشاركة هل ممكن نتفاجئ به في المتشد أنا بشوف منتخف فرنسا تقديلا إن حتى لو منتخف فرنسا يأخذ بطولة يبقى أفضل لعيف في العالم اللي هو كريم متزيمة واخد مدلية بطل العالم من غير مشاركة فأنا بشوف أن منتخف فرنسا مش هغير من طريقته كمان في حاجة غريبة أو يعملها دي دي شامب بس دي دي شامب دي دي توريك قد دي هو راجل مميز يعني هو حتى ما بيعملش تغييرات كتير يعني مبارح تغييرين صحيح فأشوف أن هذه مباراة تكون صعبة طيب سريعا توقعاتك للمباراة بصف مباراة صعبة جدا أنا بتمنىها يعني بتمنىها للأرجنطين بصراحة ولكن أنا بتعقب أن أخف فرنسا وبطل كس العالم بلا ترى على التوالي على كل حال بنشكرك محمد جميل الناقد الرياضي نورتنا وشكرا على قراءتك للمشهد وكس العالم شكرا شكرا